اهلا بكم متابعي تلفزيون اليوم السابع وموجز ترانس جديد بنستعرض فيه على حضراتكم أبرز الموضعات اللي اهتم المصريين بالبحث عنها خلال الساعات اللي فاتت والبداية هتكون مع حشام اهلا بك يا شام اهلا بك يا شروق وبدايتنا من بين الموضوعات الهمة اللي كانت محل بحث واهتمام الجمهور هو إصدار هيئة السكة الحديد منشور رسمي لإدارات المبيعات والتفتيش والمحطات وكمان مشرفي القطارات المنشور ده بيوتيح لأفراد الجيش والشرطة ركوب القطارات العادية بأنواعها المختلفة بموجب الزي العسكري أو بطاقة إثبات الشخصية العسكرية أو كمان استمارة السفر بدون الرجوع إلى شبابيك صرف التذاكر المنشور أضاف أن أفراد الجيش إذا كانوا بيحملوا استمارة سفر وما بيرتدوش زي عسكري يقدروا بشكل كبير جدا أن هم يظهروا للمشرف القطار بدون يظهروها بال بدون الرجوع لشبابيك التذاكر وإذا كانوا ما بيرتدوش زي عسكري أو حتى معهم استمارة سفر فيتم تغرمهم وتحصيل الأجرى ونروح لخبر تاني من بين الترانز اللي ظهرت بشكل كبير وكانت محل بحثة على جوجل قرار الدكتور علي المصلحي وزير التمويل والخاص بصرف الكمامات لنتاجر إجبارية وبتقوم شركة الجملة بتحديد عدد الكمامات اللي بيتم صرفها لكن من منافذ مشروع جماعيتي والمجمعات الاستهلاكية وكان الاهتمام الكبير من رواد السوشيل ميديا لأن التعامل في صرف الكمامات هيكون إجباري زي باقي السلع اللي هي زي الزيت والسكر وهيتم الصرف إجباري على البطاقات اللي بتشمل ثلاث أفراد أو أكتر وبنتابع معكم كمان فيل تريند تريند تصدر السوشيل ميديا كلها مع مباراة النادي الأهلي والاتحاد خاصة أن المباراة دي هتحسم درع الدوري الممتاز لو فاز الأهلي على الاتحاد ومن المقرر لو فاز الأهلي النهاردة هيتم تسليمه الدرع يوم 11 أكتوبر اللي جاي في مباراته الأخيرة على ملعبه بالدوري أمام بيرميدز وقال مسؤوله اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه لو حسم النادي الأهلي لقى بالدوري أمام زعيم الثغر هيتم تسليم الأهلي درع البطولة في آخر مباراة على ملعب الأهلي زي ما هو في الحال في معظم المسابقات ومش هنروح بعيد وترين تاني متعلق بالأهلي برضو عن بدر بانون مدافع رجاء المغربي تقارير صحفية مغربية كشفت عن اقتراب النادي الأهلي من حسم الصدقة في فترة الانتقالات اللي جاية وده بعد ما قطع الأهلي شوت طويل مع اللعب وإدارة الرجاء لحسم الصدقة في الأيام الأوليلة اللي فاتت والكلام ده زاد بعد ما قلت صحيفة هي سبورت المغربية أن الأهلي والرجاء اتفقوا على كل التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة ولما هتكتمل الصفقة هتبقى واحدة من أبرز الانتقالات بين الدوري المغربي والدوري المصري مقابل مبلغ مالي كبير جدا بالتأكيد ونروح لترند تاني بيعبر عن حالة من الغضب الشديد والاستفزاز الحقيقة انتشرت على كل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر كلها وده بسبب استغلال اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب لبنتهم الصغيري وقاموا بعمل مقلب لمجرد أن هم يحققوا مزيد من المشاهدات واللايكس والشيرز وغيره على السوشيال ميديا وبالتالي زيادة أرباحه ودخله من مواقع التواصل الاجتماعي وكشف المجلس القومي للطفولة والأمومة تفاصيل التقدم ببلاغ ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب والعقوبة اللي ممكن تنتظره وهنختم معاكم موجز الترنز بترند من تويتر وهو عن النجمة سوسنبدر واللي ظهرت فيه بإطلالة جديدة بجبال خلاب بيبهر الجميع الحقيقة خاصة بعد ظهرها في أكتر من جلسة تصوير بإطلالة فرعونية خطفت القلوب كلها لتكسدها جمال المرأة من مصر الأديمة وبسبب قرب ملامح سوسنبدر من الملكات الفرعونية فكانت هي من أعلى الترنز النهاردة وأطلق عليها نفر تيتي السينما المصرية ولكن السؤال اللي ما للسوشيل ميديا كان لو كانت سوسنبدر من زمن الفرعنة يطر كانت هتكون مين من الملكات اكتبونا يطر كانت هتكون مين من الملكات سوسنبدر في زمن الفرعنة في التعليقات وإحنا هنقرأها كلها بالتأكيد هيا هتبقى شبه نفر تيتي ده أكيد خورة يعني شبهها بشكل كبير جدا صحيح يعني أي حد شافها أصلاً كان شايفاً ما فيش فرق يعني الناس فعلاً ما قربوهم جداً من بعض صور قارن بينهم هما الاتنين تحسين ما فيش فرق بالمناه خير ملامح هي أربونا من المتحف زي ما كون يشعروا عليها سيساً هيه بيقولوا كده على السوشي الميديا بالظبط فعلنوا وبكده يكون موجز الترانز خلص من تلفزيون اليوم السابع شكراً لطيب المتابعة عدل موجز محمد محسوب وقدمت ليكم الشروق وجدي والشام عبدالتواب شكراً جزيلاً لكم على متابعتنا وإلى اللقاء إلى اللقاء